السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه ربكم الف خير النهاردة احنا في فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة لسيدة اجنبية هنشوف مع بعض ازاي اكتسبت خبرة من تنظيم البيت وترتيب المطبخ اول حاجة بس كده هي بترحب بينها في بيتها وكمان بتعرفنا ان اسرتها الصغيرة اي هدوب بس متجوزة ومعاها ورد واحد بس شايفين بقى اللي موجود معاها هنا في المطبخ دي مهندسة ديكور هناك طبعا بقى في الدول الاجنبية بقى زي امريكا وايطاليا يعني الحاجات بقى اللي هي الدول العالم بقى اللي بالنسبة لنا يعني ثقافة مفيش بعد كده هناك طبعا بيجيبوا مثلا خبير كده بيدخل معاهم المطبخ او مهندسة ديكور بمعنى اصح بتخش بقى معاهم وتعرفهم ازاي ينظموا البيت فبتقول انا اكتسبت شوية خبرات كده بحكم ان انا بجيب حد دايما ينظم للبيت ويعرف لي كمال اساسيات المطبخ وكده اول حاجة ضرفة الخزين اللي عندك تبقى منظمة اهم حاجة الحاجات بتستخدميها يوميا تكون قدامك بصورة مباشرة تاني حاجة طبعا تحت الحط ده المستحيل بقى مكركب لازمان كده المنظمات ده ما احنا شايفين تحطي مثلا حاجات اللي يدوم لوحدها وحاجات التنظيف لوحدها اللي هي المنظفات بقى بتاعة ملمع الازاز والحاجات بقى منظف المتجاز والكلام ده كله لوحده بتقول طبعا اكتر مكان معرض للبكتيريا هوا ده النقطة اللي بعد كده اه طبعا كلنا مسلا بيكون عندنا كده ورقة في المطبخ وقلم يعني درجة كده مخصص للكلام ده كله هي عاملة هنا درجة مخصص مسلا للدباسة للأوراق للإقلام اه حتى لو عندك برة بس هي عاملة كده درجة عندها في المطبخ بتقول انا باستخدم الحاجات دي ممكن في المطبخ اكتب الحاجات اللي نقصاني ايه طلبات بتاعت البيت الكلام ده كله فبتقول لازم ان يكون عندي اساسي ورقة وقلم عندي في المطبخ بتقول طبعا انا حاولت هنا صور لكم كمان اثناء وجود المهندسة معايا والارشادات الحلوة اللي هي الدتحاني وحبيت انصحكم بيها طبعا احنا ديس هنكمل الفيديو مع بعض وهنشوف كمان جولة في مبخة كده من بره يكون عاملة ازاي بس هنا كمان برضو بتورينا الحلول الحلوة كمان للبيت والمبخة عمتان بتقول لنا هنا كمان برضو برطمنات الصلصة والعسل والزيوت والكلام ده كله لازم انتو حطيها كده على طبق دوار هنا كمان ده منظم كده للطحينة والكلام ده كله بتقول طبعا اللي هتحط في التلاجة هتحط في التلاجة هو اللي هيكون بره بره زي ما احنا شايفين كده ده كده اللي هو الرف الدوار بتقول لحاجات اللي باستخدمها بصورة يومية بتبقى قدامي بتقول طبعا لو في حاجات احطها في التلاج بحطها والحاجات اللي بره اللي هي الاستخدامات العادية بتبقى بره كده قدام عيني على طول وبتقول كمان المنظمات الخصوص دي حلوة جدا وهنا كمان برضو برطمانات عاملة كل برطمان لحاجة معينة الشوكرة طوال البنبوني الحاجات الخاصة بالحلويات الخميرة البيكنج باودر الكلام ده كله هنا كمان بقى بتورينا كمان تحت الحود ده حود تاني كمان برضو بتورينا هنا طبعا برضو منظمات كده حطة فيها منظفات الحاجات الخاصة بالمواعين الليفة بتاعت المواعين الحاجات دي طبعا هنا كمان برضو بقى ملمع الاحزية الكلام ده كله يعني معظم منظفات زي ما قلت لكم ما اسماهم كده حاجات الخاصة بالهدوم الحاجات الخاصة بتلميع البتجاز والاسطح والكلام ده كله هنا كمان برضو بتورينا كده رف تاني برضو في المطبخ الخاصة بالاوراق والمقصات بتقول يعني حتى كل قسم آآ لوحده ده كده حطة فيه المفاتيح والاسلاك والشواحن والآآ باور بانك حتى هنا برضو المقصات يعني كل حاجة خاصة بالحاجة بتاعتها حطها لوحدها يعني مش كله على بعضه بعد هنا بعد كده كمان بعد دخلنا هنا على الحمام شايفين بقى الكرة الفورة دي هي حطيتها في البانيو من هنا والبانيو بقى زي ما احنا شايفين كده بقى يعني آآ كأنك حطيت فيه كده شاور هنا كمان برضو بقى جولة في في المطبخ بتاعها من برا كده جولة عامة هي حابة تورينا هنا كمان برضو الماكرة بتاعت القهوة بتاعتها شايفين طبعا ماكرة القهوة بتاعتها شكلها عامل ازاي? حلوة جدا. وبتقول لي شارية الماكنة دي جديد وبتشكر فيها جدا. وبتقول نوعها حلوة جدا. طبعا يعني اكيد الاجهزة دي ما تبقاش موجودة بالنسبة لنا هنا يعني آآ ومنتشر عندنا. هي بتقول هينا بتحط لها حبيبات القهوة اللي هي البن يعني الحبيبات. وبعد كده شايفين الماكنة ذات نفسها هي اللي بتعمل القهوة جاهزة. دي طبعا اكيد تكنولوجيا موجودة بقى في الدول الاجنبية مش عندنا اكيد طبعا. واكيد طبعا الحاجات دي كمان بتبقى موجودة بس اكيد بتبقى اسعارها غالية شوية. احنا اكيد لو سألنا عليها هنلاقيها. بتقول بقى هنا ابني كان نديه الاصحاب ويلعبوا معايا. دول يعني كده ولاد الجيران بمعنى اصح كان لديهم يلعبوا معايا. فبتقول انا استغلت الفرصة دي وكنت جايبها المنظمات دي جديد. وقلت لهم يلا بقى انا هعلمكم وشجعكم تعملوا حاجة معايا في المقبضة. طلوه الاوليك كان فرحلين جدا جدا. فبتقول دي حركة كويسة. وكمان في الاخر قلت اعملهم حاجة زي كورن فليكس كده. ان انا شجعهم ايه بيها يعني. او ايه بتجازيهم يعني اه حاجة حلوة على اللي هم عملوه. هنا كمان بتقولنا بقى لازمان كده تبقى الادراجة عندك بتاعت البهارات والحاجات دي كلها منظمة كده بالشكل ده. وهنا كمان طبعا ده الجزء الخاص بالزيوت. وبتورينا هنا كمان المكتبة بتاعتها في البيت عاملة ازاي? بتورينا كمان بقى الارفف بتاعتها قبل ما كانت تنظم وتشتري المنظمات والحاجات الحلوة. وبعد ما اشترت المنظمات. بتقول شايفين الفرق في الشكل من قبل وبعد. وكمان هنا التلاجة بتاعتها بتقول كمان التلاجة كمان ما استبتهيش لأ جبت للتلاجة المنظمات. حتى اديز المايا كده حطاها في المنظمات شكلها حلوة جدا وفرقت معاها. وكمان الميكوب والمكياش بتاعها والكلام ده كله. كله كده جابت له منظمات حلوة بتقول طبعا المنظمات دي فرقت معايا في الشكل وخالت شكل الحاجة حلو جدا. شايفين هنا طبعا الحاجة قبل المنظمات وبعد المنظمات بقت عاملة ازاي? حتى الاقلام بتاعت القوحل والمسكرة والروججو والكلام ده كله بقى الشكل مختلف تماما. فبتقول فعلا التنظيم ده بتقول انا حسيت بفرق شاسع وحبيت عند البيت والمبخ بعد الموضوع ده اكتر. بكتير تعني المنظمات دي اسعارها رخيصة جدا يعني بتقول يعني الباسكت من دول ما يعدل عندنا احنا بالمصر بتقول وايت دولار يعني طبعا حقاري ستتشار جنيه يعني زي ما احنا هنا بنجيبهم في مصر برضو عندنا معزم المنظمة دي سعارها بين العاشرة جنيه خمستاشر جنيه في الحدود دي كده. فبتقول يعني دولار ده اللي هو ما يعني مش حاجة طبعا الهم حمسطاشر جنيه او العشرة جنيه دول هنا بالنسبة لنا مش مش حاجة غالية اما جيب او ممكن مثلا اه لو حد في امكانه او في استطاعت انه مقدرش يشتري الحاجات دي ممكن باي فكرة بسيطة عندك لو حتى كمان جردل صغير وهت وهتغلي فيه من بورا وتحطيه عندك تحت الحوض وتنظمي فيه الحاجة او بسكت صغير فاضل عندك من اي حاجة عارفين مثلا البسكتات بتاعت المربى والجبن والحاجات دي كلها ممكن انت تغلي فيها وتخلي شكلها حلو وتحطيها عندك على التسريحة وتحط فيها الحاجة المهم هي اللي هي بتتكلم فيه ان التنظيم بالمنظمات دي بيفرق جدا في الشكل هنا كمان برضو حتى الدرج بتاع المعالق والشوك والسكاكين والكلام ده كله بتقول كمان اشتريت له منظمات هتشوفها كمان دلوقتي مع بها طبعا موجود احجام مختلفة هيا بتقول ان بحب الشفافة دي بتبقى شكلها حلو كأنه مفيش حاجة محتوى في الدرج وكل حاجة اخد الشكل بتاعها يعني في الدرج هنا كمان برضو بقى اللي عجبني الفكرة دي حلوة جدا ده درج كبير بتقول بصوا كده درج كبير واسمته من جوا يعني ممكن تداري الحاجات اللي تحت لها مسلا لو انت عندك سكاكين وحاجات على نفسك تخبيها من الاطفال بتوعك هتخبيهم كده في الدرج اللي تحت ده والدرج من فوق مفتوح هنا كمان برضو الاسبطة ومنظمات تحطي تحت الحوض هي جايبان لطبعا كذا الشكل مختلف ليهم فبتقول حاجات دي طبعا فرقت معايا في الشكل والتنظيم جميل جدا هنا دخلنا بقى على مجموعة الصور الخاصة بالمطبخ بتاعها وفي الشكل كمان بتاع البيت كله عمتا شايفين بقى هنا شكل الادراج منظمة صداي شكلها بجد تحفة انا عن نفسي عجبتني جدا شكل الادراج دي المنظمات طبعا بتفرق جدا في الشكل وهنا كمان التلاجة طبعا التلاجة اسام ما شاء الله مساحيتها كبيرة فبتورينا هنا كمان شكل التلاجة من جوة بعد التنظيم والترتيب بتاعها عاملة ازاي؟ وهنا بقى القطق من الخاصة بالبهارات والملح والحاجات دي كلها بتورينا كمان شكلها هنا بقى وكاية المهندسة لسه معاها بتنظموا كمان البيت بقى المنظمات الكبيرة والجديدة لكاية شريعها للبيت اتمنى طبعا في فيديو النهاردة يكون اعجبكم ولو اعجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان اصليكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة